اللا 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 ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المفاجئات الجميلة دي محد يصدق هذا الكلام ياهو سهلا بيكم في V-Ray النهاردة نزلت Update جديد ل V-Ray 5 V-Ray 5 Update 1 نزلت فيه حاجات كتير متطورة تعالوا نشوف الحاجات هذه عبارة عني اول حاجة لو انت عايز تنزل لـ Update الجديد كل اللي عليك انك هتدخل على Case Group وهتلاقي في V-Ray 5 Update 1 وهتلاقي كل حاجة بتتكلم على V-Ray 5 Update 1 لـ 3D Max فهتروح تقول له What's New في V-Ray 5 فهيدخل لك على V-Ray 5 3D Max Update 1 وهتلاقي الحاجات الـ New في الـ Update هنا في الفيديو دوت لو اتفرجت عليه هتبدأ يقول لك ايه الحاجات الـ Update اللي حطوها في V-Ray 5 اتفرجوا عليه هتلاقوه موجود على الـ Site الاصلي بتاع V-Ray طبعا من الواضح كده ان اول حاجة موجودة واللي احنا نتكلم عليها especially في الفيديو ده الليبري الكبيرة اللي اضافت مع V-Ray ان هو بسهولة جدا دلوقتي بقيت تقدر ان انت تنزل فرنيتشرز من كيوس كوزمو وده اللي انا عايز اتكلم عليه النهاردة كل اللي عليك بعد كده لو انت عايز تنزل تنزل Trial Version هتدوس على Try For Free وتبدأ ان انت تعمل داونلود لها Start Trial Now وتبدأ ان انت تقول له اوكي وتبدأ ان انت تعملها داونلود و double click عليها و Install عادي خلاص اول ما تخش على 3D Max انا عندي 3D Max 21 و نزلت V-Ray 5 Update 1 و هفتح كوزموز براوزر كوزموز براوزر اول ما هتدوس عليه هتلاقي ان هو بقى موجود جواه عبارة عن لايبري كاملة للفرنيتشرز كل ما هتدخل على الفرنيتشرز تقدر ان انت تعمل داونلود لأي فرنيتشر وبسهولة جدا تبدأ ان انت تضيفه جواه 3D Max هتلاقي فيه كمان لايبري كاملة للـ HDRIs تقدر ان انت تنزل منها الـ HDRIs كمان تقدر ان انت تنزل الكرياتور دول اللي هم الناس المتعقدين معاهم عشان يعملوا اللي واخدين منهم اللي واخدين منهم الليبري هتلاقي design connected من الناس اللي موجودين و human 3D و matrix و no emotion و render people و this park لو دخلت على render people هتلاقي فيه كتير humans تقدر ان انت تاخدهم وتعمل download و ترندر بهم انا برضو ببص معاكم على التفاصيل بتاعة الليبري كل اللي عليك ان انت هتروح بس على اي موضل من الموضل مثل الليبري بس وهتدوس على download ممكن ياخد وقت احنا نبوص على ما هو يعمل download كده ايه الحاجات اللي موجودة هنا creator اوكي لو انا قلت له شو downloaded only فهيوريني الحاجات اللي انا كنت اعملها download قبل كده فهنا انها لسه مسطه بالبرنامج فمفيش حاجة معمل لها download لكن جنرالي هو هو ابتدى انه يعمل download 18% و و انه هو هيخلص غالبا هتبقى مجرد انك تعمل drag و drop لحاجة جوه البرنامج نبوص برضو على library و نشوف كده سريعا view عنها library لطيفة جدا و واضح ان الكواليتي بتاعت حتى المaterials اللي فيها حلوة وتقدر ان انت طبعا ترمي البلاكس الموجودة فيها وتستخدمها او تستخدم المaterials اللي محطوطة عليها زائد المaterials library اصلا اللي كانت نزل قبل كده فخطوة قوية جدا cosmos browser زائد ان انا عرفت ان دلوقتي جوه كمان lightmax في update 1 تقدر ان انت تنزل two hdris مع بعض وبعدها تقدر ان انت تتعامل معهم في lightmax وتقدر ان انت تعدل عليهم و طبعا مع ان ال update يبقى stable هنزل لكم tutorial يجب تشرح التفاصيل ديت كلها فكل الحاجات ديت هتبقى متاحة لو دخلنا على rendering في render setup طبعا برده بقى متاح في v-ray 5 ان انت لو انت شاري طبعا في v-ray تقدر ان انت تعمل render in cloud فتقدر ان انت ترندر على المجهزة بتاعتهم و نروح هنا نتفرج على ال options اللي موجودة ممكن تكون تغيرت هنا كان من ال options اللي اضافت ان في render elements جديدة اضافت لها تأثيرات مختلفة برضو هنتكلم عليها بالتفصيل اللي هو ال code reflection و ال code filter و كل ال render elements هي render elements الجديدة اضافت و هنبدأ ان احنا نشوف ال effects بتاعتها و تأثيراتها هتبقى عاملة ازاي ده مجرد فيديو بس quick view كده على الحاجات الجديدة اللي بقت موجودة و برضو هتقدروا ان انتو تفهموا كل حاجة اكتر من الفيديوز بتاعتها ده مثلا الفيديو بتاعت ال cosmos ال library هتبقى عاملة ازاي فهو directly بيبدأ ان هو ايه او الحاجة بيفرش بها بسرعة من ايه ايه البركات اوكي اوكي بان ارجع هنا و نشوف الي احنا كنا بنعمله داونلود خلص ولا لا وهلأ احنا خرجنا و دخلنا تاني بيكون لسه بيعمل داونلود ولا بيفصل بردو كل الحاجات دي هزين نبقى احنا كنا نحطينه او هو 3d models هو ده بس بعمل download هو واقف على 18% اوكي لما بتدوس عليه تقدر تشوف التفاصيل بتاعته والrender quality بتاعته شكلها ماذا ازاي التصنيف بتاعه ال indoor لو انت لونه black ممكن تقول اعايز اللون orange او ده عبارة عن filter اوكي هو 15 ميجا بس غالبا كده في مشكلة في الانترنت عشان كده بطيء شوية فنشوف كل الحاجات دي بالتفصيل بعد بس انا حبيت اني انزلكوا فيديو سريعة يوريكوا ال update الجديد اللي نزل بها ال i5 حيس ان انتو تبقوا اوير بالدفرنسز اللي حصلت في ال update الجديد دوت وقدقين ال program اوه اسهل كتير وسهل على التعامل بي بشورة كبيرة عن ما هو موجود حاليا فانيكون الفيديو عجبكوا لو عجبك الفيديو اعمل subscribe عشان يوصلك كل الفيديو الجديدة اللي هنزلها وبالتوفيق ليكوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى